ينضم إلينا عبر الهاتف أيضا من لندن المحلل السياسي ديفيد باول للحديث أكثر عن هذا العفو الملكي الشامل نرحب بك سيد ديفيد باول في نشرتنا هذه وكيف تنظر إلى هذا المرسوم الملكي السامي بالعفو عن 457 محكوما العفو الملكي مهم وأعلان اليوم عن العفو عن 457 محكوما هو أمر بالغ الأهمية ويظهر المرسوم بالعفو أن مملكة البحرين تواصل تعزيز التماسك الاجتماعي وإعلاء مبادئ العدالة وسيادة القانون وكما أوضحت فإن الهدف من براسيم العفو هذا التي جاءت أيضا في إبريل الماضي هو تحقيق التوازن بين المساءلة القانونية والنظر من الجانب الإنساني والاجتماعي والسماح لهم بالاندماج في المجتمع ومنحهم الفرصة للعودة ولعب دور حيوي في المجتمع البحريني نعم من لندن المحلل السياسي ديفيد باول شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر